متتابعي القناة مساء النور وأهلا بكم معي أحبائي في وصفة جديدة اليوم درتها بطلب خاص جداً وهي لغوفر وصفة الوافل اللي هي بسيطة غادي نديرها في وقت يعني وجيز الوقت الوحيد اللي كانت اخدته معي هي الوقت اللي ارتحت فيه العجينة إنما النتيجة بصراحة كانت مرضية ورائعة وجميلة مبين شروط باش نحقق هاد الوصفة إنه يكون معنا إنقوفخي ضروري يعني الجهاز اللي طيبت به هاد القوفخة إليكم أحبائي مقدير الوصفة باش درت ستتعلي وفل احتاج جيت 250 جرام من الدقيق 250 مليليتر من الحليب 125 جرام من الزبدة 30 جرام من السكر 3 بيضات كيس خميرة انتح حلويات وكيس انتع نفالينا ورشة أو قرصة ملح صغيرة أول خطوة هي إنني نضفي الحليب مع كيس انتع الفاني ضفيتهم فقط هخليتوا على جنب أخذت يعني خديت الدقيق انتعي الفرلافاغين ضفت عليها السكر رشة الملح مزجت الكل جيدا مع بعض ضفت الخميرة الكيميائية مزجت الكل جيدا مع بعض كما تشاهدون في الفيديو وضفت ثلاث بيضات للمزيج انتاعي ومبعد بديت نضيف في الحليب انتعي اللي كنت مدفيته وضيفت له وضفت له الكيس انتاع الفاني يعني بالعقل هكذا على جرعات يعني ضفتهم خطوة خطوة وصفة غير محتاجة للخليات كهربائية نجمي تدريها ب HELP فوي كما درتها أنا أمامك إلا بغتي تدريها بالبتTER نجمي تدريها بالبتTER يعني بدون أي أشكال لكن بصراحة الفوي كان كافي جدا وفلا هكذا مزجت الكل جيدا مع بعض بعد ما خلصت كمية الحليب اللي كانت عندي تماما ضفت كمية الزبدة وصلت للمزج وبعد ما خلصت كل كمية الزبدة اللي كانت معايا وكنت خلصت يعني اكيد العجين انتاعي جيدا غطيتها بفيلم بلاستيكي غدائي وخليتها ترتاح لمدة ساعتين دونك يفو امبراتيبا لسي بوزي لاباته تنون دوزهر القفرية اللي كنت تذكرتو في اول وصفة ضروري بشتري هاد لغسات هنا للاسف ما كانش حلو حدا اخر بعد ما تتشعليه تخليه يسخن مليح تحطيها ككمية تملي هادوك الفراغات مدة الطهي نغمال ما تكون خمس دقائق لي دو غوفر اذا كما كنت تذكرت كذلك ذكرت في اول فيديو ان هاد المقادير اللي اعطيتها لكم دارتلي سبعان تعلي غوفر يعني سبعان تعلي وفر هكذا خليهم خمس دقائق نوربال مون كافية ويعني المفروض اللي غوفرية كل عندهم هادوك لابسيون تعانكم يعني تقلبوهم يطيبو من الجهتين نتيجة بعد خمس دقائق كانت كما تشاهدون هكذا معي وصفة محبوبة جدا ليبو زعمالي غوف ليبو الكرب بصراحة رائعة ولا ديدة جدا لابتكة جي شيشة جي خيفة جي فريمون خليجر يعني اتمنى انكم يعني تجربوا معي هادو الوصفة وخلوولي رأيكم دونك من بعد ما تكملي كامل طهين تعال العجينة تعك تبقى حسب الاختيار كاللي بغين يحب ياكلهم ناتور كما هم ينجم كاللي يحبهم هاكا جيشت سوبودغي بأمتي با سكر بصدر غلاس راشة على السكر ناعم كذلك إن يقدر كاللي يحبهم بلا شانتيه لما لا يعني تدير عليهم مقدار صغير تاع الشانتيه ولا على حسب الرغبة وحسب الدوق حسب ووالا لوگو كاللي تاني يبغيهم بالنوتلا بالشوكولات والكارامل تاني عود تاني كيف كيف انا درتهم لكم بكل يعني حاولت نوصل كل يعني نلبي كل أدواق درتهم بسكر غلاس درتهم بلاشانتيه ودرتهم بالنوتلا النتيجة كانت رائعة لديدة جدا يعني المادة كيبقى هو الشيء الوحيد لي من نجمش نوصل لكم للأسف لكن اتمنى انكم تجربوا وتعطوني رأيكم في النتيجة اللي وصلتوا لها اتمنى احبائي ان هذه الوصفات تكون عجبتكم نالت رضاكم واتمنى احبائي لقياكم في وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة